5. البلازمة في الإنسان الدهون الموجودة في بلازمة الدم بالإنسان يمكن شرحها في التابل الآتي هذا التابل يتكلم البلازمة في بلازمة البلازمة و البلازمة في مليغرام بردسيلتر المتحدة بين 360 إلى 820 يعني 560 مليغرام بردسيلتر مليغرام بردسيلتر تشترك الرميغرام بشكل المتحدة المتحدة في مليغرام بردسيلتر أما اسمد أن تكون تشترك رميых and phosphatidine, etanol amine, c-valine, and 7-diomyline. And levels as shown in these tables. And the total cholesterol levels from 150 to 250. The range or mean 200. And the free cholesterol non-esterified, and the free fatty acid or non-esterified fatty acid from 6 to 16, and mean 10. The various fractions of lipids in plasma can be estimated by the different methods after extraction them with lipid solvents. The plasma levels of lipids are often useful for assessing the health of the individual. يقولك أنه الأجزاء المختلفة للدهون الموجودة في البلازمة نستطيع تخمينها بطرق مختلفة. ورمى أنه يصير عملية extraction لهذه المواد. يسأل extraction بعدين يسأل عملية فصل لهذه المواد باستخدام مذيبات مختلفة. And the plasma levels, ومستويات البلازمة من الدهون في أغلب الأحيان تستخدم في عملية assessing the health of individual. The health of individual. يعني هذه المستويات مختلفة الدهون تستخدم في تقييم الحالة الصحية للشخص. بعض التقييمات هي حالة تحديد risk factor العوامل الخطورة by determining the level of the TG triceoclosterol and determine the level of the total cholesterol Totale cholesterol and determine the level of HDL and determine the level of LDL and determine the level of very low density labour protein FLDL these parameters used for determine the health of the individual szybرال ré CBS when in increase the level of PTG on to mainly inclination of the color slide the patient or the person may be exposure to athematous crosses or any disease because increase the level of these materials the other subject he mobilization of the fast من الديابوس تشو. ترياسيل جليسرول تيجي هي تحضير فات في الديابوس تشو. الانزيم ترياسيل جليسرول ليبيز يقوم بفاتي اكثر من كاربون 1 أو 3 من ترياسيل جليسرول لكي تحضير الدياسيل جليسرول. الانزائل جليسرول انهو الدهون الثلاثية التي تحفظ بالنسيج الدهني الديبستشو يمكن تحليلها الى مكوناتها الرئيسية اللي هي عبارة عن الجليسرول واحماض ذهنية حرة اللي هي عددها تلافة فتبدي هذا العملية باستخدام انزيم يسمى بالهورمون سنستيف تراي اسي الجليسرول لايبيز اللي هو انزيم الليبيز لكن يسمى بانزيم الهورمون سنستيف تراي اسي جليسرول لانها حساس هاي نعمل انزيمات حساس للهورمونات بحيث انه مستوى هذا الانزيم يتحول من حالة اكتف من حالة اكتف الى اكتف بتأثير هورمونات محددة بجسمي سن من يصير عملية اكتف لهذا الانزيم يسوي ريموفز ذي فاتي اسيد اما من موقع رقم واحد او رقم موقع اتلافة طبعا بالحالتين انه هو رقم واحد او اتلافة تعتبر هو بالحالتين لانه تعرف انه تيجي هو عبارة عن اه اه تراي اسي جليسرول اذا كون من جليسرول تكون من ثلاثة احماض ذهنية فشون ما نديني رقم المجموعة من اذا بديني بالرقم واحد فالجهة الثانية هي رقم ثلاثة واذا عكسناها في نفس الحالة فيقال انه اما عملية من رقم واحد او رقم ثلاثة لتكوين تو فوم داي اسي جليسرول تكون داي اسي جليسرول اذا في هالحالة راح احفف فاتي اسيد واحد يطينا داي اسي جليسرول and the other two fatty acids والدهون الاخرى اللي موجودة في موقع اثنين وموقع واحد حسب التسلسل are clarified by the additional lipase واذا تم عملية لزالة باستخدام آآ لاي باز اضافة اخر خاص for داي اسي جليسرول and mono اسي جليسرول خاص للفاتي اسيد المرتبط في موقع الثان وخاص للفاتي اسيد المرتبط في موقع واحد ورمس انعملت complete degradation عمل التحلل التاملي اللي تراي اسي جليسرول اللي تينا جليسرول و 3 fatty acid هاي العملية تسمى عملية اللاي بوليز موسيقى 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 موسيقى